وانا جاية النهاردة لقيت بنتي بتقول لي انا عايزة اجيب لاصحابي هدية قلت لها لأ يعني بلاش اصحابي يعني خليها مثلا واحدة طيب بعدين قلت لها يعني يا خديجة ده فالنتاين قلت لي لأ احنا الفالنتاين هو حب طرف لطرف مش شرط بقى يكون نوعه ايه انا بحب اصحابي وعايزة اجيب لصحبتي وصحبتي تانية وتالتة بقى وتلاتة لما قلت لها يعني قالت لي عايزة اجيب لهم حاجة تعبر عن حبي ليهم طب بس ايه يعني انزلي شوية في المصاريف هي حاجة واحدة قلب مثلا ولا وردة ولا طب قلت لها ورد يعني خدي لكل واحدة وردة هو مش انش عايزة تعباريه بس ليه بقى انا بقول كده لانه هو فعلا هي ترجمة لكن يعني بعد ده للأسف انا بصة واحدة على الفيسبوك والسوشيل ميديا الملعونة انا بقول عليها الملعونة ترجعك للواقع تاني وتقولك فوق حب ايه اللي انت جاي تقول عليه على السوشيل ميديا هتلاقي بقى الصدمة هتلاقي ناس بتصخر من فكرة عيد الحب هتلاقي ناس بتتريق على حكاية الورد والدبادي لسه الورد مجاش جاي هت انا بعت النهاردة يعني بهديكم هدية بس اتأخرت الحقيقة شوية انا مني ليكم استادة المشاهدين الورد ده النهاردة وبقول لكل حد شايفنا انا وقفت يعني قطعت بس هرجع لكم تاني اللي كنت بتكلم فيه بس ده حب مني ليكم والكل اسرة بتشوفنا النهاردة والكل ام حلوة جميلة قاعدة بتحب ولادها وبتحب زوجها والكل اب بيحب ولاده وبيحب زوجته والبلدنا الغالية مصر اللي شايلانا شايلانا فنني عنيها وما بتقصرش معانا وعايشين في امانها وحماها وخيرها انا بحبكم وان شاء الله الورد ده يعني مني برضو زي ما خديجة بتجيب لصحابها انتم حبايبي استادة المشاهدين بحبكم والورد ده مني ليكم وحنكمل بقية كلام كنا بنتكلم على الفيسبوك وكنا بنقول انه فيه ناس بتصخر يعني من فكرة عيد الحب هتلاقي ناس بتتريق على حكاية الورد دي والدباديب بتصخر لانه تقولك ايه ده؟ طيب يا سيدي انت مالك انت وهو وهي يعني سيب الناس تعبر عن محبتها بالطريقة اللي تعجبهم هتلاقي بقى جروبات ستات يا جماعة مليانة سم سم من نوعات بقى ايه؟ هو جاب لك ايه؟ انت مالك دي حاجات شخصية عشان يتفخروا قدام بعض المهم جاب لك هدية بكام؟ لا مش مهم بكام على فكرة ها؟ جاب لك دهب ولا ألماز؟ طيب خليه ياخدك بقى يعشيكي في اني مطعم حياخدك طيب نقتي ايه؟ هو جاب لك ايه؟ المهم جاب لك دهب؟ جاب لك مش عارف ألماز؟ كأنه المادة يا جماعة هي بقت كل شيء يعني انا اللي شفته والله على السوشيال ميديا ده من احتقار وتعالي لمشاعر الحب والتعالية من شأن المادة مخيف مخيف الحقيقة يعني احنا ما تربناش على كده ولا احنا المفروض نبقى كده وفي نفس الوقت يعني يفسر لك بقى نسب الخناقات والطلاق والعنف العائلي والحالة دي حالة الغرقان في مستنقع حب المادة وتقييم العلاقات ما بين البشر على أساس المصلحة وجاب لك هداية بكام وجاب لك ايه وعملك ايه وانتي جبتيله ايه للأسف هي حالة حقيقي مخيفة يعني تخليك تقعد تسأل نفسك يا ترى يعني لسه في ناس بتعرف تحب ها على رأي ست اللي بتطلع في السوشيال ميديا بقى انت بتحب ايوة بحب ايوة كل الناس بتحب او تعرف معنى الحب فعلا رغم قصوة الحياة وقوعوا تتخيلوا اننا بنتكلم عن الحب العاطفي مثلا لا ده الكلام ده يروح برضو لحب البلد على فكرة وحب المجتمع والأرض دي ما هو كله حب كله بقى شبه بعضه بقى فيه ناس بتحب برضو بلدها بشروط النهاردة انا بشوف ناس بتحب بلدها بشروط اما تستفاد وتكسب وتلم فلوس يا اما البلد وحشة وده اللي شفناه الحقيقة في عدد من رجال الاعمال اللي خدوا من مصر كتير ولما مصر احتاجتهم مش موجودين بعضهم طبعا مش كلهم واللي كان بياخد وبيكسب كانت مصر حلوة حصل مشكلة بس النهاردة البلد بقت وحشة واللي فيها وحشين ومش عايزة اكمل عشان احنا النهاردة عيد الحب مش عايزة ابوز المشاعر الحلوة ده اللي شفناه برضو من الجماعة اياهم اللي زي الاخوان والنشطاء الحب المستعار ده حب واغاني واشعار وبلدي واردي وحبيبي وناسي وشعبي ولما ضعت منهم السلطة لا في حب ولا في بلد ولا في انتماء ولا اي حاجة هي مصلحتي وبس بالعكس بقوا يعني عايزين يولعوا فيها عايزين يحرقوا البلد ليه عشان انا مخدتش بقيت مكسب مخدتش مصلحتي وده اللي شفناه برضو الحقيقة في نوعية الناس بتاع الكورة اللي حبهم لمنتخب بلدهم مشروط بانه يدربوا او انه يكون في الجهاز الفني او لعب النادي الفلاني يكون بيلعب كل الحاجات الحقيقة مربوطة ببعض لو بوز معنى الحب العاطفي هيبوز معنى الانسانية والعيلة والبلد الناس المسمومة اللي على السوشيال ميديا بتبوز مفهوم الحب في عقلنا في عقلنا وارواحنا بيصدرولك كل وحش عارفين كويس ان الحب والمحبة هي الامل فليه يبقى عندك امل بقى؟ لا لازم تعيش بقى غرقان في المادة تحول الحياة لتجارة لحد ما كل حاجة حواليك تبقى شديدة القبح وشديدة القصوة عشان كده هتلاقيهم سرحين بقى على السوشيال ميديا بيصخروا بقيمة الحب وفكرة الحب نفسها بيصخروا من مثلا حبيب شايل وردل حبيبته او يصخروا من واحد بيهدي امه في عيد الحب او زوجته بيصخروا من ست بتهدي زوجها في عيد الحب بكلام مثلا من نوعية دي بقى يا جماعة حلوة البدايات بكرة يا حبيبتي تشوفي بكرة نقابلكم في محاكم الاسرة جماعة انا الجملة دي انا شفتها على الفيسبوك في الجروبات بكرة نشوفكم وانتو متقابلين في محاكم الاسرة وكل هذا الكلام المسموم ده ويصخروا من اللي بيحب بلده كمان يقولولو انت بتطبل لا انا لازم اشتم زيه واعادي زيه وااخد موقف زيه عشان اخرب البلد عشان هو ينبسط عشان ما خدش اللي هو عايزه ويصخر من اغنية وطنية بتعلمنا مثلا معنى الحب البلدنا هو كده عاوزك انك انت تفقد الامان بالحب عشان تفقد الامان بكل شيء عشان كده بالعند فيكم كل سنة واحنا كلنا طيبين ومحبين وبخير كل سنة والحب موجود ما بيننا كل سنة واحنا بنحب بلدنا وخليكم فاكرين دايما اننا كنا بنهادي الحبايب في عيد الحب بالورد فمصر فيها شباب زي الورد بهدي البلد وهدينا بروحه عارفين الشباب دول أكيد ويعرفون المعنى الحقيقي الشباب دول بيعرفون المعنى الحقيقي للحب المبني على التضحية المبني على الإخلاص المبني على الإيمان مش حب الفيسبوك المبني على جابلك ايه وانت البلد ادتك ايه كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد حب سعيد علينا كلنا جميعا